اهلا بكم وشنال الكرام في فقرتنا الاسيرة الاسيرة بالثاء يعني المحببة جدا الى نفسي وحضراتكم بالتأكيد حوارنا الواضح والصريح والعلمي وحوار الخبرة مع استاذنا الجليل المفكر السياسي الكبير واستاذ العلم السياسية المستاذ الدكتور علي الدين هلال وحشتنا يا دكتور وحشتني اكتر وكل سواء طيب عليك وعلى كل السادة المشاهدين وعلى الزملائنا معنا في الاستوديو كل عام ومصر كلها بخير ربنا خليك يا فندي انا هو قبل المبدأ بقول للمخرج حناخرد شوية وقت زيادة عشان بس احنا ابتدنا متأخر فسمحونا يعني ايه مواندس هاني العتال رئيس القناة يعني ايه يسمحنا في شوية وقت زيادة صغيرة لانا عندنا اعضايا كتير جدا ومقابلناش الدكتور يعني حوالي شهر ونص دي استاذ الجليل حابدأ ممشرة بما يجري حولنا وما يجري حولنا اخر حلقاته امبارح يعني بالليل متأخر بتوقيت القاهرة في مجلس الامن وفجر القاهرة بما قيل ان هو القصف الاسرائيلي على ايران وعايز ابدأ بمجلس الامن مجلس الامن وحقول لحضاك ملاحظة وحضاك تقول لي ما رأيك في هذه الملاحظات هذه هي جلسة لأول مرة على ما يبدو ان 12 صوت يوافق على ان فلسطين تبقى دولة كاملة العضوية منهم والامتناع دولتين منهم دولة حليفة رئيسية الولايات المتحدة وهي بريطانيا وتعدل يعني قبل روحي لانشاء دولة اسرائيل وانه الفيتو فقط من الولايات المتحدة الامريكية ايه دلالات هذا التصويت في رأي حضرتك في هذا التوقيت شوف حضرتك يعني عندوقتي احنا 15 دولة تمام 12 ايدوا اتنين ايطاليا وبريطانيا سويسرا وبريطانيا سويسرا وبريطانيا امتنى عن التصويت دولة واحدة استخدمت حق البيتو ده معنى واحد واحد عزلت امريكا الدولية في هذا المجال حتى اقرب حلفائها منهم فرنسا منهم الدول الغربية المختلفة وكوريا واليابان وكوريا واليابان موقفوش معها اتنين انتو خليها نفهم ايه حقيقة الموقف الامريكي سواء بقى عسكريا او سياسيا صحيح امريكا لن تقدم على اي عمل انت نفيذي دون موافقة اسرائيلية دون موافقة اسرائيلية نستهمى العكس دون دون موافقة اسرائيلية بمعنى وك تحصل على الموافقة دي من خلال ضغوط منها انما لابد مش هتعمل شيء تدينه اسرائيل يعني ياخد مثلا الضربة الاسرائيلية على ايران لكن امريكا ما قالتش لأسير ما تعمليش قالت لها اعملي لكن بشرط ان لا يؤدي هذا الى استفزاز ايران الى الدرجة اللي تخليها تعمل ضربة تانية اذا فكرة الراهان السياسي في مضوع فلسطين على امريكا طريق مزدود وانه لابد ان احنا كعرب انا لا اقول بمعادات امريكا انما اقول ان احنا نبدأ نعمل لتأكيد موقفنا مش معادي لحد موقفنا هو اقامة دولة فلسطينية ونعمل دبلوماسيا على اثبات عزلة الموقف الامريكي ولا بأس يعني بقدر كده من احراج الولايات المتحدة الواحد يتفهم الموقف الامريكي سانة انتخابات علاقتها باسرائيل موقف بايدن يعني امريكا من وجهة نظارها لا حسابتها لكن احنا كمان كعرب لدينا حسابتنا ولدينا مصالحنا ولا يصح ان احنا نرهن هذه المصالح لحساب حسابات او تقديرات امريكية ده يبقى عبث بالمصالح الوطنية والقومية ولا يعني هذا عداء لامريكا او امريكا تعلم هذا ان كل دولة او كل مجموعة دول بتسعى لي تحقيق مصالحها الوطنية والقومية اعتقد انه يعني جرت اخبار عن ان امريكا اقترحت على الرئيس ابو عباس ان يسرائيل تسحب هذا الطلب مقابل شرف انه يلتقي ابو عباس ببيدن ابو مازن او انه ابو مازن عفل ابو مازن ببيدن وانه يدعى رئيس السلطة الفلسطينية وكأن ده نوع من الطردية او شيء من هذا القليل واعتقد حسنا ما فعل الفلسطينيون برفض هذا المقترح المقترح والغاء زيارة كان مفروض امين المكتب السياسي للمنظمة يرحل واشنطن هذا الاسبوع لهو ايضا انا رأيي شوف كلما ادلهمت الامور تتضح المواقف صحيح السفير معتز احمدين السفير مصر السابق في الامم المتحدة نعم وكان توقعه انه او معلوماته ان المجموعة العربية تعمل الان على طرح الامر على الجماعية العامة نعم بحيث تطلب الجماعية العامة وفقا للميساق من المجلس الامم مناقشة الموضوع مرة اخرى وهو ذكر تجربة او خبرة انضمام فيتنام سنة ستة وسبعين انها جرت بهذا الشكل رفضت في مجلس الامن فعادت الى الجماعية العامة فقابلت وطلبت المجلس الامن منقشتها وانه شايف انه ده قد يمثل احراج للولايات المتحدة الامريكية فيتتم عضوية فلسطين كاملة هل السناعة تقابل للتكرار وفي ظل الملابسات العالمية والاقليمية هل هو ورد نعم انت عليك تتحرك في انتجاهين هذا الاتجاه يعني اعادة طرح الموضوع في جماعية العامة وانه تلتين الاعضاء يؤيدوا ثم يطلبوا من مجلس الامن يعطي نظر في الموضوع ده في حد ذاته هيبقى تحريك للرأي العام الدولي ومعرفة اين يقف العالم كله بما فيها الدول الحليفة والمؤيدة والصديقة والشريكة للوقت المتحدة والمعسكة الغربية في نفس الوقت ان تسعى المنظمة التحليل ودول عربية الى الحصول على قرارات منفردة من دول اوروبية بالاعتراف به والجاهزون كثيرون الان اسبانيا لا مانع لها ودول اوروبية اخرى اذا نشيد في السكتين دول انما يعني في مجال عسكري له ما له عليه ما عليه وفي اطراف عربية وغير عربية وفي مصار سياسي دبلوماسي في منظمة التحرير هي الطرف الفاعل والطرف الرئيسي مفروض ان فيه اجتماع يوم سبعة وعشرين وثمانية وعشرين في السعودية للسوداسية العربية اللي منخشط عدد من الامور بينها هذا الامر لكن الجدير بما اعلن عنه حتى الان ان وزير الخارجية الامريكي سوف يحضر احد جلاسات هذا الاجتماع واعتقد انه بلورت موقف عربي مشترك السوداسية العربية تطرحوا على امريكا في هذا الشأن نقطة الاخيرة في هذا الموضوع وهي نقطة مهمة لانه بتعكس تعارض تصورين كبار فيما يتعلق بالتفاوض الفلسطيني الاسرائيلي ويمكن المندوب الامريكي كان تعليقهم بعد كده ان احنا علينا نترك موضوع الدولة للمفاوضات المباشرة بين الفلسطيني والاسرائيلي وده النموذة يا دكتور حتاك عرفها استاذي طبعا الذي ساد منذ عصله يا جماعة ادي عندنا النواة لدولة فلسطينية تمثلها السلطة اعودوا مع بعض سنة 1993 شوفوا اضايا الحل النهائي المية والقدس واللاجئين انتم يا اسرائيليين ويا فلسطينيين ويساعدكم الباقيين لما تخلصوا تعلن الدولة الفلسطينية وتعترف بها اولا اسرائيل ده التصور الاصلي الموجود على ما يبدو انه وده جيل حياة بدأ في مصر مع الرئيس السيسي مع بداية الازمة الاخيرة وقال لا نبدأ بالاعترف بالدولة الفلسطينية وبالتالي يبقى دولتين كاملتين عضوية قاعدين على الترابيزة يتفاوضوا حول قضايا ما بين دولتين زي اي دولتين عندهم نزعف الحدود عندهم مية عندهم ما عندهم اللي وضح هل اللي حصل في مجلس الامن انبالع واللي حصل في العالم من بداية الازمة الفلسطينية اللي هو تتابع الرهبة في الاعترف بالدولة الفلسطينية بيعني إن النموذج الأصلي بتاع أصله بيتضاقل وإنه يتراجع وإن إحنا على وشك يعني الكلام عن نموذج آخر هو دولة فلسطينية أولا مش غزة وأريحة أولا الكلام إن الطرفين يعودوا وتكون نهاية المفاوضات إقامة الدولة كلام منطقي بس عايز له شرط إنه يبقى الطرفين قابلين فكرة إقامة الدولة وبنبخص فيه إجراءتها تفصيلاتها لكن إذا كان الطرف الحاكم في إسرائيل النهاردة يرفض ابتداء أن هناك فلسطين ويرفض ابتداء في الدولة الفلسطينية إذن حق يرد به باطل يبقى الدعوة إلى جلوس الإسرائيل والفلسطينيين الفلسطين مستعدين بس أين الطرف الإسرائيل الذي يعلن قبول من حيث المبدأ الدولة الفلسطينية وتعالى نقعد مع الفلسطينيين نتكلم دولهم طبما خوفنا إيه حدودنا إيه حدودكم إيه حنعمل إيه في المية في الكهرباء إلى آخر هذا الكلام إذن الرد البسيط على على هذا الرأي هو رأي زائف رأي وهو ده الكلام حضرتك إن آخر بقى ثلاثين سنة صحيح واحد رايح واحد جاي واحد رايح واحد جاي صحيح لا يمكن أن يسفر عنه أسله وهو قيم دولة فلسطينية ماذا؟ طيب كده هذا الملف الأول أرجع للملف الأكثر تعقيداً إذن إذن أنا عايز أقول آآ آآ فضل الآن نعم طالما لا يوجد طرف فلسطيني قادر على المناقشات لحل الدول حل الدول والضغط الدول طيب عشان نكمل الجملة بقى وحضرتك أستاذنا الدولة ثلاث عناصر أعلمتونا كده عندنا إقليم مختلف حواليه مزبوط وشعب أيضا مختلف حواليه اللي هو اللاجئين أو غيره في شيء واحد اللي هو حيبقى المجمع عليه وده أظن أنه هو واجب فلسطيني أساسي هو الحكومة أن يكون لدينا طرف فلسطيني موحد في حكومة وحدة وطنية ضمن منظمة التحليل اللي هو معترف بها دوليا هل ده شرط لازم الآن عشان يبقى الكلام جد هناك طرف واحد معترف به دوليا وله عضو موجود مراقب في الأمم المتحدة هو ممثل منظمة التحليل الفلسطينية مزبوط منظمة التحليل الفلسطينية هي الطرف الوحيد الوحيد وهذه المنظمة لها سفراء فيما يخرب من مئة دولة صحيح وتتبادل على قدر البلوماسية مع حوالي مئة دولة هذا الموضوع الآخر بقى هذا موضوع داخلي فلسطين يعني لا ينبغي أن يؤثر على الموقف الآخر بل يجب أن يسارع بقية الفصائل للانضمامهم أعلنوا عن نييتهم مزبوط مزبوط أروح للموضوع المعقد اللي هو فجر حصل فجر أمس وهو ما قيل عندنا روايتين فيما حدث رواية إسرائيلية أمريكية غير رسمية نقلا عن كبريات وسائل إعلام الأمريكية وأيضا وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤولين في الدولتين بأن إسرائيل قصفت موقعا أو أكثر داخل إيران وقصفت هنا لم تذكر الوسيلة لا ذكر أنها مسيارات ولا ذكر أنه صواريخ أرض أرض بلستية ولا أنها صواريخ جو أرض من الطائرات الـ F-35 لكن اللي قيل أنها قصفت الرواية الثانية مختلفة تماما إيران منذ الفجر بتزيع علينا صور وفيديوهات من أصفهان وأحيانا من تبريز وأنه لم يحدث انفجار واحد على أرض إيران وأن ما حدث هو انفجارات في الجو لبعض المسيارات الصغيرة الانتحارية وأن الأسقطها وسائل الدفاع الجوز تعارض الروايتين كل رواية لها أظن هدف سياسي وكيف تقرأ حدك هذا التعارض؟ أنا أقرأه بالعودة إلى الضربة الإيرانية لإسرائيل جميع الأول إذا فينا دي معناها إيه نفهم اللي حصل إيه وأنا برجح إيه للأسف يعني في بعض أدوات الإعلام وأخبار مصادرها إسرائيلية وأمريكية وصلت إلى دي حفلة دي تمثيلية ده فرح ابن العمدة وأن إيران وخليط من السخرية من إيران والشماتة فيها وأنها فاشلة وتسعة وتسعين في المئة أعتقد هذه قراءة مغلوطة وأكاد أقول قراءة صهيونية لما حدث إيران أعتقد على أرضها ممثلة في أرض قنصليتها لها جزء من الكمباوند بتاع السفارة يعني الكمباوند في سفارة وفي قنصلي لم يكن هذا خطأ إسرائيل استفزت إيران بضرب جزء من أرضها لم يكن هناك بديل لإيران غيرها تضرب إنما مش ضربة عشوائية أو عاطفية أو فتح سدر ضربة محسوبة طنق لإسرائيل معنى واحد أنني قادر على الوصول إلى عمق الأراضي الإسرائيلية إننا من الآن وصاعدا لن أختفي وراء أذرع أو وكلاء إيران حزب الله أو كذا أو كذا وإنه مرحلة الصبر الاستراتيجي اللي كانت إيران وتتزرع به انتهت لبقى الرسالة الأصلية إنني قادر على الوصول إلى عمق أرضك هل تحقق هذا؟ أه تحقق القاعدة العسكرية اللي في جنوب النقب واللي هي خرجت منها الطائرات اللي ضربت القنصلية وصلت لها سواريخ أو طيارات وضربت ليه بقت ضربة مع عمليتش أكثر من كده؟ لأنه لم يكن مقصودا بها هذا لم يكن إن إيران ليه حسابتها؟ أولا هي لا تريد فتح حرب مفتوحة مع إسرائيل هي لا تريد ثم هي لا تريد إغضاب واستفزاز أمريكا بشكل أكبر بحيث إن أمريكا تشارك في ختال ضدها خد بالك الروايات هنا المعلومات وعلى ما يجي موضوع أنا حقول لحضارك بالتفصيل بقى إن الروايات مختلفة أول تلك 99% بعدها قالوا 84% الله من السواريخ والطائرات السقطت نعم إنما إحنا طب أنا عايز أسأل حد سؤال هم ليه أبضوا على مبعوث شبكة القاهرة الإخبارية في تل أبيب ليه اعتقوا للناس ثلاثة أربعة ساعات شابوهم يمشون أقيم دون حاجات القاهرة إن هم كميش كانوا صوروا صور في تل أبيب والطائرات موجودة وظهر الفيديوهات تبين هذه الطائرات طيب بس عايزي برد نقول للناس الحقائق غيروا صحيح إن مواجهة هذه الضربة كان من إسرائيل بس طبعا أمريكا دخل بكل قوتها وكان فيه مقر اسمه مقر العمليات المشتركة الجوية اتفتح قائد القيادة المركزية الأمريكية كان موجود في إسرائيل ويعني تقديرا من دولة إسرائيل للأمريكان تاني يوم يعني يوم الحد اللي فات قام وزير الدفاع بصحبة السفير الأمريكي إلى إسرائيل بتفقد خرفة العمليات المشتركة أمريكا نقلت أسلحة إلى إسرائيل ناهيك أن الأسلحة الأمريكية في قواعد مختلفة أنا لا أجزم لأنه يتبدأ اسمها دول عربية صحيح القواعد الأمريكية شاركت وبريطانيا شاركت وفرنسا شاركت صحيح يعني اللي عملوا على ضرب هذه الطائرات كذا واحد يقول الله إيه حكاية الطائرات دي عايزين نشرح لا توجد حدود مشتركة بين إسرائيل وإيران صحيح فإيران عشان تبعث حاجة لازم تمر على دول تانية في الحالة دي يعني هي إسرائيل حواليها إيه جغرافية حواليها لبنان والأردن وسوريا من ناحية الشرقية ومصر ومصر في الآخر خالص بس دابت إيد عن الموضوع إيد عن الموضوع صحيح اختارت مصار العراق فالأردن فإسرائيل الأردن أيضا غضب وأعلن رسميا وحرق دفاعاته الجوية وقال أي حاجة حتيجي على أرضي أنا حضربه وعشان يقطع ولو إن إسرائيل بعتت حاجة حضربه إذن أنت عندك فكرة المسافة الطويلة دي تزيد عن 1200 كيلو متر ثم مشاركة أنا عايز أقول لو نقرى الصحف الإسرائيلية هتجد فيها اتجاه بيقول لقد أظهرت هذه الضربة ضعف قدرة الردع الإسرائيلية وإن إيران كان أدفع إرسال رسالة مش إيقاع خسائر خسائر تمام نفس التحليل ينطبق يا أستاذ دياء على الضربة الإسرائيلية اللي حصلت إنبال اللي حصل إيانا لم يكن القصد إيقاع أضرار جسيمة بإيران هذا بتأجزب غالباً إنها ضربة إسرائيلية قولة واحدة قولة واحدة طبعاً دلوقتي إحنا عندنا حقول لك نوعين من التصريحات فيه تصريح بيقول الضرب عشان بس نقول المسافة ما بين تل أبيب ومدينة أصفهان ألف تسعمية خمسة وتمانين كيلو متر ألفين كيلو متر تقريباً ما فيش طيارة ما فيش طيارة آآ مسيارة حتيمشي دوت طعاً عندنا قصتين والاتنين غير مؤكدين لكن من مصادر أمريكية وكل ما يقول صار رح مصدر مسؤول بس الثاني واحد نسؤول الأولى تقول أن هذه الضربة دي تمت من خلال سواريخ أطلقت من الجو يعني طيران إسرائيلي طلع وفي مكان ما عرشه على البحر الأبيض إلى غيره أطلق سواريخ رسالة الحاجة الثانية بقى اللي هي أكثر رسمية بلينك في الصحفيين قالوا له إيه الحكاية فيبدو الأول أخطأ قال أنا عند إحنا أبلغنا قبلها بنصف ساعة أبلغنا بهذه العملية وإن طائرات مسيّرة قامت بيها ويعمل دخل اجتماع حاصره الصحفيون بعد ذلك لم يدلي بأي إضافات إلا التأكيد على أن أمريكا لم تشارك في هذا الهجوم إيه خطورة بقى يا أستاذ دياء الكلام ده إذا صدق مفيش طائرة مسيّرة حتسير إصري من الملكاش إذن لابد هذه الطائرات إما أطلقت من داخل إيران أو من إحدى الدول المجاورة نعم إحنا بنفتح بدائما مفيش اتهمات لحد وهو برضو كده نسب إلى مسؤول إيراني إن ما حدث ليس ضربة أو هجوم هو تسلل واستخدم تعبير التسلل طيب إسرائيل لم يصدر عنها حتى الآن أي تعليق صحيح لا بالخير ولا بالشغل صحيح وكأن شيئا لم يحمس وده قاله جيش الإسرائيلي لما سيئل قاله لا تعليق لا تعليق نعم من ناحية تانية إيران ما صعدتش الموضوع يعني هي قالت ما معناها حصل حاجة لما هو قائد هي الضربة كانت ليه قاعدة جوية برضا وتردد إنها هي القاعدة الجوية اللي خرج منها الطائرات المسايرة ضد إسرائيل بصبت كده يعني العينه بالعين وإنه 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 جنبها المفاعل النوض آه لا أحد لا ما أعرفش منه خالص آه لا أصد إنه يعني قريب منها جدا نعم أصفهان أو اللي عمل ويقدر يقدر يقدر اللي تردد عن إيران إنه هو قائد القاعدة الجوية عمل تصريح باللغة الفارسية استمعت إليه طبعا من الترجمة العربية إنه شهدت أجسام غريبة في سماء أصفهان إذن في حصل حاجة من ينغي المصدرها هي وإن الانفجارات اللي سمعناها إذن فيه انفجارات هي إطلاق قوات الدفاع الجو المجيدة وإن أبطالنا في كذا وكذا قادرون على كذا وكذا وكذا يعني وإن صمت بقى خلاص طب إيه الرسالة من دول ورسالة من دول رسالة عدم الإفساح والضرب ورسالة الصمت من جانب الإيران إنه الموضوع منتهي يعني إن إحنا إن إحنا مش هنرد عليكو تاني طب رسالة إسرائيل إيه لهيرادة أيضا القد زي من تقدروا توصل للعمق نحن نستطيع نصل للعمق النتيجة بل للاتنين أيوة على وصول الاستراتيجي عدة نتائج يعني بعضها يعني أكاديمي يعني بعضها يتصل بي نحن كعرب أولا باتي سقوط الردعة في الشرق الأوسط يعني إسرائيل سورة البلطاجي اللي يضرب في كل حتة وأي حتة مصر أشبتك له ده غير صحيح في 73 لكن يبدو أنه نسي فذكر بهذا الآن لأ تستطيع دول أخرى أن تصل إلى عمقك وإيران أيضا إسرائيل وصلتها الرسالة إن أنا إذا كنت وصلت أو أقدر أوصل لهذه النقطة فقدر أوصل لحياتك التانية كمان فيه بقى معنى تاني يعني أنا أبقى منش يعني بالله أحد يزعل ويتبسط نعم يعني أتكلم الآن يعني توازن القوى الاستراتيجي في المنطقة هو بين إسرائيل وإيران أساسا ودي نتيجة مش حصلت مبارح والنهاردة دي على مدى عشر سنوات ماضية كتبت وكتب غيري للدول العربية نقول ميزان القوى في المنطقة يختل لصالح الدول غير العربية ده في ظل وجود حالة من الصراع أو شبه الصراع بين الطرفين تأكد واللي أنا بقوله رغم أن يستغرب بعض الناس اللي أنا حقوله ده لابد من عودة الحديث عن الدفاع العربي المشترك لابد من عودة الحديث إلى الإختلاح المصري الإختلاح الرئيس السيسي عام 2015 فحيح عن قوى عربية مشتركة مزبوط أنا رأي يعني عايزين نعدل عين عدل عليه نغيره نطوره إلى آخره لكن شو يعني عندما بعيدا بقى عن العواطف عندما تشعر القوى الكبرى في العالم وعندما تشعر القوى الكبرى في الشرق الأوسط إن العرب بأطرف مستقبل وإن التوازن الأكبر بيتجاوزهم أعتقد إن مكانتنا سواء في المنطقة نعم أو خارجها تتأثر وأعتقد إن يعني لابد أنا معديش مع المعلومات إن في ناس حيبدأوا يفكروا في هذا من أصحاب السلطة وإن إزاي إزاي نعيد وأنا عايز أقول بصراحة بقى نعم ما هو اللي ضرب إسرائيل يقدر يضربنانا ويقدر يضرب الملكة الله يعني بغض النظر إلان دي قوى صديقة وغير صديقة صحيح وإسرائيل يضرب الدولة تضرب أي مكان الله صحيح إذا كانت دول غير عربية تستطيع أن 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 أنها توصل لأي دولة عربية أنا بقول بقى ومش عايز حد أقولها دقة قديمة ولا دقة قديمة لا دي مسألة استراتيج لابد أن يكون لدى العرب القوة الموازنة لذلك مش لتهديد حد ولا لتخويف حد لكن أن يكون هناك قوة رضع عربية طب هل حضرتك عشان ما نغادرش الموطة دي عندنا القمة العربية حتى نعقد في مملكة البحر هل حضرتك بتقتلح في ظل الظروف الإقليمية دي والنقاط المهمة اللي حضرتك ذكرتها والتغيرات في السلوك الدول العسكري وأيضا تواجنات الاستراتيجية أنه المبادرة المصرية يعطر حال هذه القمة سواء في شكلها القديم أو في شكل آخر أقصد المبدأ يعني بحيث المبدأ وإذا رأى المسؤولون العرب أنه يجد الطرح العلني تمام طرح على مستوى الأجهزة الأمنية السيادي طبعا ليس سر حضرتك النهاردة الظهر واللي أيا كان رئيس السيسي راح وصل ملك البحرين نعم وملك البحرين هو رئيس الدورة القادمة رئيس المجلس القادم نعم وهو اللي حيستضيف القمة القمة صحية صحية أعتقد أن موضوعات زي اللي حابل قولها أو غيرها تمه منقشتها وتم طرحها وأعتقد أنه في الاجتماع السوداسي حيتم طرحها أشياء لكن يعني أنا عايز أقول عايزين كده كلمة الأمن العربي وقدرة الرضع العربي لأنه الكلام واضح جدا أمريكا ما فيش أسراء أمريكا بتقول هي سياستها لن تسمح لأي دولة عربية أو لأي تحالف عربي أن يمتلك قوة سلاح أكتر من إسرائيل أمريكا هي ضامنة للتفوق العسكري الإسرائيلي ودوة قيد كبير صحيح وعلينا أن نتعامل في إطار بس أمريكا ليست في المنظر الوحيد للسلاح وفي نظم أسلحة أخرى بس عشان مرض أقول أمريكا بتحصرك لما تعرف أن دولة من الدول هتشتري نظام تسليحي قوي من دولة من روسيا مثلا بتبتضح عليك لمنعك منه صحيح إنما يعني لما تردد إن مصر حتشيه سخوي 35 إن الدنيا قامت صحيح صحيح مش بس مصر تعاون عربي في مجال نظم أسلحة الدول العربية غير عقيمة ومش بس عشانين للسلاح لدينا من الخبرات والقدرات والمال والبشر يعني عايز أقوله آه في ضغوط آه في مشاكل آه لكن أعتقد هذا هو ضمان المستقبل أن يمتلك العرب كل العرب القدر على الردع ردع أي طرف يريد السوق بينك عرب إسرائيل الآن حدثك ذكرت التداعيات والاستنتاجات والخلاصات إذن أنت الطابع الاستراتيجي وخاصة العسكري والأمني مما حدث في ست شهر ست شهر عندنا ما حدث ويحدث في غزة من عدوان دموان لم يؤتي سماره العسكرية الحقيقية اللي بتعرضنا إسرائيل سوى قتل المدنيين وإضعاف أكيد لحركة حماس والمقاومة لكن لم يقضي عليها في مساحة لا تتجاوز يعني 365 كيلو متر مربع وجاء كمان الرذع الإيراني كما أسميته صانع قرار الإسرائيلي هو بصدد أي مهمة النهاردة دلوقتي يشوف وصانع قرار في البقام الأول نتانيا نتانيا النخبة الاستراتيجية طيب نعم النخبة الاستراتيجية الإسرائيلية بنعتدربه بس ما لا يؤدي إلى أن تجبر إيران على ضربة أخر عند ضغوط داخلية بين غفير و سكودرج الانتقام 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 كل دول الغربية الحليفة لإسرائيل قلت لها ما تعمليش حاك إذن هو عمل لكن عمل بالشكل يرضي شكليا الضغوط الداخلية عليه في إسرائيل ويرضي الضغوط الخارجية وعمل ما عملش عمل ما عملش تمام احتمال كبير إنه هو التمن اللي خده يعني حيقول لأمريكا كده بشكل صريح آنا في السلك اللي أنا عايزه مقابل هذا وفقوني إن أنا حأكمل المهمة في رفح دا كانت نقطة الأخيرة طيب يعني لوقتي الظروف إنه يعمل اكتياح لرفح النهارده بلينكين بيقول له بيقول لا أمريكا لا تيمكن أن تقبل عملية في رفح في ظل الكثافة السكانية دي إسرائيل بتقول إيه بتقول لا مش هنعملها بكرة إحنا أول هنجلي المليون أو المليون حاجة اللي في آه في رفح حننظم إنه هما إما يروحوا خان يونس أو المناطق الوسطى في غزة حتى نقوم بالعملية إلا أنا عايز أقول لك حاجة غريبة جدا كيسنجر وده أحد آباء المدرسة الواقعية الإبراجماتية في السياسة كتب مخال غريب جدا سنة سبعين يعني كليسة ونوقف يتناموا وكلام ده كل قال إيه هناك فارق في الحروب بين الدول يعني النص والهزيمة سهلين وفي الحروب بين جيش دولة و حركة مقاومة أو ميليشيا تخليك معايا بقى الجيش إذا لم يعلن انتصاره فقد هزم المقاومة إذا لم تعلن استسلمها فقد انتصرت تعبير في منتدق إيه؟ منتدق جدا جدا يعني هو مش مطلوب إن إن حماس تنتصر إذا إذا هي إذا ما استسلمتش ما رفعتش الرأي البيضة دول حيبقى في حد ذاته انتصرت هو من ناحيته إذا ما أعلنش هو رابط مفهوم الانتصار برفع صحيح حكاية بقى القضاء على حماس ده الشعار يعني ما حاجح هياخده مأخذ الجد لأن في النهاية حماس فكرة فكرة كويسة مش كويسة أي أن كان هي فكرة وحتى لو قليت على كل الناس إلى آخره في أجيال هتطلع تقول كذا يعني صحيح فوحماس موجودة جوه فلسطين وبرا فلسطين إلى آخره و يبدو لي يعني تدعيات الأحداث إن هو ده التمن اللي حياخده المكسب اللي خده من أمريكا مقابل كذا كذا طبعا أنت دلوقتي بقى النهاردة كل الكلام والإعلام على إيران وإسرائيل يا موضوع غزة تراجع تراجع يعني برضو شوف المسال المعقدة أوي يعني إيران عملت حاجة لكن ويبتعملها ويبتشعر أنها مجبرة تعملها عشان الأسفل اللي قلتها هي أفادتنا تانية وخدمة إسرائيل طبعا واحد الخلافات الظاهرة والتراشق اللفظ بين نتنياه وبيدن انتهى وعادت تحالف الأمريكي الإسرائيلي أقوى مما كان ونفس الشيء دولة غربية الآن إسرائيل هذه دولة مظلومة وكذا كذا كذا إسرائيل الأولى إتنين إنه كان نتنياهو كل آخر أسبوع عشرة يام مظاهرات بمئات الألوف إذ استقيل وكانه طل طلع استقالت نتنياهو ودعوه الانتخابات فعيح انتهت يعني بمعنى من المعاني الضربة دي ودوت في السياسة يعني ساعات يعمل حاجة تحقق جزبا أهدافك فعيل لكن هي في السكة الأظم أثار جانبية تحقق أثار جانبية لصالح لصالح خصمك أو عدوك أو حاجة زيك يعني خدنا زيادة 12 دقيقة فإحنا بنشكر القناة عليهم بس أهم نشكر حضرتك لذلك وقت أرهقناك فيه تعبناك فيه لكن استمتعنا كمان فيه وبنوعد نفسنا طعم باللقاء إن شاء الله الأسبوع اللي جاي بنشكر حضرتك شكرا جزيلا كل سنة أستاذ جليل بفكر كبير وأستاذ ربا السياد دكتور عليدي الهلال بنشكر حضرتك شكرا جزيلا مشاهدين الكرام انتهت حلقتنا ونشكركم ونلتقي بكم إن شاء الله الأسبوع القادم